اشتركوا في القناة سابقا كنا قد رجعنا بعض التمارينات فيما يخص الكسور الذي لم يشاهدها سأترك لكم ربطها أسفل هذا الفيديو في صندوق الوصف لكن الآن قبل أن نتطرق لهذه التمارينات وإن كنتم لأول مرة تشاهدون التلميذ المتميز لا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على الإعجاب وكذلك تفعيل الجرس لكي يصلكم كل جديد إذن بدون إطالة وعلى بركة الله لنتعرف على هذه التمارينات وأول سؤال يقول اكتب العدد المناسب مكان الفراغ وكما تلاحظون مثلا في هذا السطر الأول لدينا حصر كسر بين عددين طبيعيين فمثلا هنا خبأنا لكم العددين طبيعيين ثم البسط ثم خبأنا المقام أما في السطر الثاني طلبوا منا أن نكتب كسر الوحدة هنا في هذا الكسر ثم في هذين التمارينين خبأنا لكم أعداد حيث تكتبون كسر على شكل عدد طبيعي زائد كسر كل مرة ماذا خبأنا ثم لدينا هنا ما يسمى بالمساواة حيث تكتبون البسط لكي يساوي الكسر الكسر الآخر في السطر الثالث لدينا كسور عشرية يجب أن تكتبوها على شكل كسور عشرية أخرى لاحظوا فقط الأصفار ثم لديكم هنا في الأخير هذا الكسر أين يجب أن تكتبوا البسط حيث يساوي الكسر الثلث ليبقى لكم هذه المساواة لكن هي كسور عادية يجب أن تبحثوا على عدد لكي تساوي كسر عشرية ننتقل إلى السؤال الثاني حيث قالوا لنا هنا أحسم ما يلي لدينا هذا العدد طبيعي زائد كسرين عشرية سبعة زائد أربعة عشر زائد اثنان من مئة إذن ما على التلميذ إلا أن يأخذ ورقة مزدوجة ويحاول الإيجابة على جميع التمارينات ثم يعد إلى هذا الفيديو لكي يكتشف الإجابات الصحيحة معي حيث نبدأ على بركة الله التصحيح أولا 29 جزءا من 6 سنحصره بين عددين طبيعيين قلنا هناك من يعتمد القسمة لكن نحن تعلمنا طريقة سهلة جدا وذلك بالإعتماد على الضرب هذا العدد الذي أكتبه على اليسار أضربه في 6 النتيجة يجب أن تكون قريبة من 29 الإجابة هي أكيد أربعة فأربعة في 6 تسوي أربعة وعشرون وهي القريبة من 29 ولا يمكن أن أكتب هنا مثلا خمسة لو أكتب خمسة خمسة في 6 تسوي ثلاثون ولا يجب أن أتعدى تسعة وعشرون بعد أربعة سيأتي أكيد خمسة في الحالة الثانية خبأ لنا البسط هذه الحالة سهلة جدا بحيث يجب أن نضرب ثلاثة في سبعة سيساوي واحد وعشرون واحد وعشرون يجب أن نزيد له نقطة واحدة فقط لكي نضمن الجواب الصحيح بالتالي سنكتب في البسط 22 أما في الحالة الثالثة خبأ لنا المقام هنا يجب أن نبحث على عدد نكتبه في المقام نضربه في سبعة النتيجة يجب أن تكون قريبة جدا من ثلاثون أكيد الإجابة هي أربعة فأربعة في سبعة تساوي ثمانية وعشرون وهي قريبة جدا من ثلاثون هنا لكي نكتب كسر الوحدة قلنا كسر الوحدة هو كل كسر مقامه وبسطه متسويين إذن سنكتب في البسط 12 هنا في هذه الحالة يجب أن نكتب كسر على شكل عدد طبيعي زائد كسر أولا نبدأ بالكسر حيث المقامه يجب أن يكون بنفس المقام الذي هو هنا وهو ثمانية فنبدأ بكتب الثمانية واحد وثلاثون جزءا من ثمانية نكتبه على شكل عدد طبيعي زائد كسر إذن ما هو العدد الطبيعي الذي أضربه في ثمانية ثم يتكون النتيجة قريبة من واحد وثلاثون الإجابة هي ثلاثة ثلاثة في ثمانية تساوي أربعة وعشرون أربعة وعشرون زائد ماذا لكي أصل إلى واحد وثلاثون هو سبعة في الحالة المولية هي نفس الحالة لكن خبئ لنا أعداد مختلفة حيث خبئ البسط والعدد الطبيعي عندما يخبأ البسط يجب أن يعلم التلميذ بأن العدد الطبيعي يمكن أن نكتب الذي نريد فمثلا هنا في العدد الطبيعي مثلا نكتب عدد وهو إثنان فعندما نكتب هنا إثنان لدينا عدد طبيعي زائد كسر نقم بالحساب بالطريقة التي تعلمناها بحيث نضرب العدد الطبيعي إثنان في المقام الذي هو ستة إثناني في ستة تساوي إثن عشر نزيد البسط أربعة تساوي ستة عشر نكتبه هنا في البسط إلى الحالة المولية لدينا مساوات لكن هناك كسر عادي يساوي كسر آخر يجب على التلميذ أن يلاحظ جيدا بحيث سبع وعشر نلاحظ أنه مضاعف تسعة تسعة أضربه في أي رقم لكي يساوي سبع وعشر سأضربه في ثلاثة إذن ما هو الرقم الذي أضربه في ثلاثة يساوي ثلاثة أكيد الإجابة هي واحد واحد في ثلاثة تساوي ثلاثة ننتقل إلى المساوات هنا لدينا كسر عشر يجب أن يساوي كسر عشر آخر هي الطريقة سهلة جدا بحيث يجب أن نلاحظ فقط الأصفر عشر هناك يتحول إلى مئة زدنا له صفر واحد فنفع نفس الأمر للبسط الذي هو خمسة عشر خمسة عشر نزيد له صفر واحد يساوي مئة وخمسون نلاحظ الأصفر أيضا في هذه الحالة ألف تحول إلى مئة ماذا فعلنا للأصفر لقد قمنا بحذف صفر واحد للمقام إذن سنحذف صفر واحد للبسط إذن مئة وخمسون يسبح خمسة وعشرون هنا نلاحظ البسط لدينا ثلاثة ألف وسبعمائة تحول إلى سبعة وثلاثون بنزع صفرين فننزع لألف صفرين ماذا يبقى لنا هنا في المقام عشر نذهب إلى الكسر الذي هو يساوي الثلث قلنا الثلث لكي يساوي الكسر الثلث يجب أن يكون هذا المقام ثلاثة أمثال البسط خمسة عشر هو ثلاثة أمثال خمسة إذن البسط هو خمسة فخمسة على خمسة عشر هو الثلث هنا كسر عادي يجب أن يساوي كسر عشر فنلاحظ المقام خمسة وعشر يجب أن أضربه في عدد ما يساوي مئة خمسة وعشر في أربعة يساوي مئة إذن سنقوم بنفس الأمر للمقام أو للبسط عفوا الذي هو أربعة نضربه في أربعة يساوي ستة عشر هنا خمسون يجب أن يساوي مئة سنبحث على رقم نضربه فيه خمسون في اثنان مئة ما هو الرقم الذي أضربه في اثنان ليساوي ثمان وعشر هو أربعة عشر أو بطريقة أخرى يمكن أن نعتمد على القسمة 100 قسمة 2 تساوي 50 28 قسمة 2 تساوي 14 نفس الطريقة نتبعها هنا 20 فيما ذلك يساوي 100 هو في 5 إذن ما هو العدل الذي أضربه في 5 تساوي 25 أكد الإجابة 5 وأكد أيضا يمكن أن نعتمد على القسمة في هذه الحالة ننتقل للتمرين الثاني حيث نجمع هذا المجموع بحيث هي كسور عشرية ما علينا إذن إلا أن نضيف أصفار بحسب الحالة فنفتح خط كسر كبير ونحتفظ بأكبر مقام الذي هو 100 أما الأشياء الأخرى سنزيد لها فقط الأصفار فمثلا 7 هو عدد طبيعي إذن مقامه في الأصل هو 1 1 لكي يصبح 100 نضيف صفرين إذن 7 الذي هو بسط نضيف له صفرين يصبح 700 نعمل عملية زائد ونذهب إلى 14 10 لكي يصبح 100 نضيف صفر واحد فقط إذن سنضيف صفر واحد لأربعة يصبح 40 نضع أيضا زائد ثم 2 من 100 مئة بقي كما هو إذن 2 سيبقى كما هو ثم نعمل يساوي ونفتح خط كسر آخر ثم نقوم فقط بإعادة المقام ونجمع هذه الأعداد في البس 700 زائد 40 زائد 2 الذي يساوي 742 وبهذا نكون قد أنهينا المراجعة لنهار اليوم إلى فرص أخرى أستبدعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر